يتميز هذان الشابان اليمنيان بتفوقهما العلمي فقد أعفي هاني من نصف رسومه الجامعية لتفوقه في مجال الإدارة والاقتصاد أما صدام فحاصل على براءة اختراع في علوم الفيزياء لكنهما قلقان من عدم القدرة على إكمال برنامج الدكتورة هاني من مشكلة كبيرة في الجامعة بسبب الرسوم الدراسية بسبب الإقامة بسبب الأشياء كثيرة وهذا يأثر على محسول العلمي ليس أنا فقط جميع الطلاب يعانون من هذا الشيء من أكثر من سنة أو من أكثر من ستة أشهر أو سبعة أشهر لذلك هذه الرسالة موجهة إلى كل من يعنيه الأمر بضرورة التحرك وإرسال المستحقات إلى الطلاب وهذه جريمة لا تقل عن تلك الجرائم التي تحدث في بلادي وجدت هذه الطالبة نفسها عالقة مع عائلتها في ماليزيا فلا قدرة لها على استكمال دراستها دون منحة دراسية ولا هي قادرة على العودة لوظيفتها السابقة في جامعة تعز وما يفاقم من أزمة هؤلاء هو عدم السماح للطلاب الأجانب بالعمل في ماليزيا يعتقد الطلاب اليمنيون في الخارج أنهم ضحية حرب ليسوا طرفا فيها فقد قطعت مستحقات جميع المبتعثين بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو ولاءاتهم السياسية وأمام حالة الإحباط التي تعم الطلاب اليمنيين في الخارج تكررت حالات الاعتصام المفتوح في الملحقيات الثقافية وهددت اللجنة التنسيقية لاتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج بعرقلة عمل البعثات الدبلوماسية سنظل متفائلين ولكن في حالة عدم الاستجابة لدينا عدة خطوات تسعيدية سنقوم بها ومن ضمنها إكفال السفارات أزمة الطلاب اليمنيين تعدت المبتعثين إلى عامة الطلاب بسبب ارتفاع نسبة الفقر في اليمن وفاقمت من حالة هان الشوافي وأمثاله ممن يعانون مشاكل صحية تطورت إلى أزمات نفسية سامر علاوي الجزيرة كوالا لنبو